كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان أحبابنا الكرام موضوعنا اليوم عن لهو الحديث هذا سؤال لطالما طرح علينا وهو ما هو لهو الحديث وهل الغناء يدخل في لهو الحديث للإجابة عن هذا السؤال نستحضر الآية القرآنية التي يستدل بها فريق من العلماء وهي قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ول مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم هذه الآية المباركة يستدل بها على بيان حكم الغناء والموسيقى وهذا الأمر وقع فيه اختلاف بين جمهور العلماء منذ زمان إلى اليوم ففريق من أهل العلم ربما يبيح كل أنواع الغناء فيفتح أذنيه لجميع الأصناف من الموسيقات والغناء ويقول بأن الأمر حلال طيب وأنه أمر مباح لأن الله جميل يحب الجمال فريق آخر اتخذ منهجا عكسيا وذكر بأن كل ذلك حرام فيغلق أذنيه عند سماعية أغنية ويقول بأن ذلك هو مزمار من مزامير الشيطان ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وخصوصا إذا كان المغني امرأة فالمرأة هي عند هؤلاء العلماء صوتها عورة بغير غناء فكيف إذا كان بالغناء ويرفضون كل أنواع الموسيقات خصوصا إذا كان هناك عبر الإداعة أو التلفاز أو الراديو حتى الموسيقى المصاحبة لمقدمات نشارات الأخبار الفريق الثالث هو فريق متردد بين الطرفين مرة ينحاز إلى هؤلاء وطورا ينحاز إلى الآخرين وينتظر من العلماء أن يحرروا قولا يكون متفقا عليه خصوصا في زماننا هذا حيث الموسيقات صارت منتشرة في كل زمان بعد أن دخلت الإداعة المسموعة والمرئية إلى بيوت كل الناس وجذبت انتباههم فما حكم الشريعة في هذا الأمر هل فعلا الموسيقات والغناء حرام هل هي من لهو الحديث المنصوص عليه في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها ومن الناس من يشكر لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهم أول ما ينبغي أن نفهمه هو أن نذكر أسباب نزول الآية دائما إذا رأينا آية قرآنية يستدل بها نبحث أولا عن أسباب النزول وإذا جاء حديث نبغي نبحث عن أسباب الورود سبب نزول هذه الآية أنه في بادئ الإسلام كان رجل اسمه النظر ابن الحارث كان يرسل التاجرا إلى بلاد فارس فيذهب ويعود له بحكاية وأخبار الفرص فيجلس النظر ويقول يا معشر الأنصار والمهاجرين إن محمدا الذي يدعي أنه نبي يحدثكم بأحاديث غريبة عن عاد وثمود وأنا سأحدثكم بحديث رسطم وأخبار الأكاسرة فكان يجمع الناس ويحكي لهم قصص الأقدمين كل هذا ليضلهم عن سماع القرآن ثم كان هذا الرجل لأنه كان يتبع منهج غايته محاربة الدين والتضييق على أهل الإيمان كان يشري القينات لهم المغنيات وكان يخترهن حسنوات ويلبسهن لباسا فاتنا وإذا رأى أحدا أراد أن يدخل في دين الإسلام كان يعتل طريقه ويقول له هذه المغنية أو هذه القينة هيا بين يديك ويقول لها أطعنيه وسقيه وغني له فلما يرى هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي أراد أن يدخل إلى الإسلام يرى هذه المغنية تطعمه وتسقيه وترقص له يطرب فيقول له أليس هذا ما عندنا خير مما يدعو إليه محمد فكان هذا الرجل الذي مسمى بالنظر ابن الحارث كان هو ومن معه يتبنون طريقة للتضييق على الناس بالدين فكان مرة يأتي بالأخبار التاريخية عند أخبار الأكاسرة والفرس وغيرهم ومرة يأتي بالمغنيات يشتريهن ويعترضن الطريق المؤمنين هذا هو سبب نزول آياء فربنا عز وجل أنزلها مباشرة ومن الناس من يشتري لهو الحديث لماذا؟ ليظل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أهزؤا لهو الحديث ما هو اللهو؟ هو كل شيء يتلدد به الإنسان فجلهيه كل باطل أنهى عن الخير هذا يسمى لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن المطلوب والعلماء يقول من الله يدخل فيه كل كلام محرم وكل كلام باطل من غيبة أو نميمة أو كذب أو شتم أو سب كل هذا يسمى لهو والمعنى معنى الآية أن من الناس من يترك اتباع الحق ويستبدله بأنواع الباطل فإذا كان يسدق للطريق فسوف يدوق عذابا أليمة ومن العلماء قالوا بأن هذه الآية الكريمة استدل بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي أقسم قسم المغلب وقال أقسم بالذي لا إله إلا هو ثلاث مرات قال المقصود بالله هنا هو الغناء يرددها ثلاث مرات وفريقنا العلماء يعتبرون تفسير الصحابي حجة في حين أن الذين يقولون بأن الأمر فيه خلاف فيه وفيه بعد الفقهاء قالوا بأن الغناء منه ما هو محرم حقا ومنه ما هو مباح وخصوصا إذا استعين به على أمر مباح فمثلا العمال إذا كانوا يعملون في البناء أو في الفلاحة أو في أي مجال ثم يغنون لكي يتقوّوا على العمل هذا أمر مباح ويعطونك دليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقومون بحفر الخندق وكان الجو شاق وحار ومتعب فبدأوا يقولون الرجز يرتجزون وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الوحي كان يجيبهم على شعرهم ورجزهم مما كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهجرة هو شعر طويل جدا فقط هذا جزء منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب وهم يحفروا الخندق وكان يرتجز بقول عبد الله بن رواحة كان يقول اللهم لو لأنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وتبت الأقدام إن لاقينا إن الآل قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا كانوا يقول للشعر ولكن بطريقة فيها غناء وكما قال الراوي كانوا يمد صوته بآخرها يعني كان يستعمل مقامات صوتية هذا نوع شعر غنائي واستدل ذلك بعض العلماء قالوا هذا أمر مباح إذا فهو ليس فيه مانعا لكن بعض العلماء قالوا هذا الغناء ليس فيه معازف لأنه كلام يتناول قضايا مختلفة فهذا ليس عليه من حرج خصوصا ليس فيه معازف ثم العلماء يقولون بأن ربنا مدقل في الآية قال ليضل بغير علم هي الغاية من الله الحديث أن يكون له مقصد وأن يكون له غاية ليس هو الترويح عن النفس وليس هو تحصل بعض المتعة النفسية وإنما غايته هو الإضلال كما كان يقوم ذلك الرجل الجاهلي النظر إذ الحارث كان يريد أن يصد الناس عن دين الله ليضل الناس بغير علم يفعل ذلك ليتلفى الناس عن القرآن وعن الذكر الحكيم والضلال هو الحديث الغير النافع والعمل الغير المستقيم كل هذا يسمى غاية الإضلال هؤلاء قال فيهم رب العزة أولئك لهم عذاب أليم مهين أي بما ضلوا وأضلوا بعض العلماء قالوا بأن هذا الغناء إذا كان بآلة أي مع موسيقى لا حكمه وإذا كان بغير آلة هذا أمر أيضا آخر وقع فيه جدل بين بعض العلماء فالعلماء اتفقوا على أن الغناء هو أمر يختلف إذا كان فيه فحش أو فسق أو تحرد عن المعصية فهذا محرم باتفاق أما إذا كان غناء فطريا وفيه مبعث مواطن السرور المشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد والمناسبة السعيدة فقالوا هذا أمر مباح لماذا لأن الأصل في الأشياء الإباحة لأنه ذلك الثقهاء يستدلون بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا بمعنى أن كل شيء خلقه الله تعالى الأصل فيه أنه مباح والمحرم ما يدل النص على حرمته كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه فدائرة العفو هي واسعة ولكن الحرم محدد لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد الله في كتابه فهو حلل وما حرم فهو حرم وما سكت عنه فهو عثون اللي سكت عليه الله تعالى لم يتكلم عنه فهو عثون وتلقوا له تعالى وما كان ربك نسيا كما في الحديث الآخر إن الله فرض فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيانين فلا تبحثوا عنها إلا أن المحرمين يستدلون دوما بحديث عبدالله مصعوب وببعض الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقه أبحل ابن حزم وغيرهم قالوا هذا الكلام المستدل به لا حجة فيه لأن صحاب آخرين كانوا يقولون الرجز وفي مواطن كثيرة هناك من كان يغني كثير من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم ثم الحديث الذي يستدلون به هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمة أناس يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف قالوا هذا حديث معلق ذكره الإمام البخاري لا يكونن من أمة أناس يستحلون يعني كان حرام فصار حلال الحير الحير هو الفروج يعني يستحلون الزنا غير يقولون بأن هذه مسألة طبيعية يستحلون الحير لعلاقة العلاقة الرضائية يعني أنها مباحة يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف الحرير يعني اللباس دي السهرة يكون اللباس شفاف ويكون يبرز محاسن المرأة والرجل والخمر والمعازف بعض المعازف هي الملاهي والخمر الشراب المعروش فالعلماء قالوا بأن هذا التحريم متى يقول إذا وقعت فيه الدلالة الاقتران يعني اقترنت كل هذه الأمور الحير والحرير والخمر والمعازف فالإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي كان يقول هذا الكلام ورد عليه العلماء بأن الغناء قد ينبت النفاق في القلب لكن يقول هذا حديث أيضا من يستدل به غير تابت هناك حديث معروف إن الغناء سماع الغناء ينبت النفاق في القلب حين التصحيح رأوا بأن الحديث لم يتمت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين اهتموا بالغناء الديني خصوصا هما أهل التصوف اهتموا كثيرا بما يسمى بالغناء الديني أو الإنشاد الديني وقالوا هذا الإنشاد إنما به يرقق الله قلوب الناس ويبعت على الإيمان ويهيج الشوق إلى الله ويجعل العبد يحزن ويندم على المعصية ثم إنه يجدد الإيمان في القلب وينشط لعزائم وإطلأ أشواق للعبادة ما يسمى بالغناء أو الإنشاد الديني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك لكن يبقى المشكل في صوت المرأة هل المرأة صوتها عورة فعلا التابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع النساء والنساء يتكلم معه ولم يتمت قط أنه قال بأن صوت المرأة عورة ويكفي أن صوت المجادلة أو المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الكلام لكون أن صوت المرأة عورة غير حقيقي إلا إذا كان فيه تميل ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الخضع بالقول أنا ذاكي تحول صوت المرأة إلى عورة ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع أمنا عائشة رضي الله عنها ومعها جويريات كنا يغنين ونهاهم أبو بكر الصديق فقال لهم أم زمير من مزامير الشيطان في بيت رسول الله لكن النبي الكريم اعترض قال أترقهم يا أبا بكر وأدن لهم بالغناء وقال إن اليوم عيد ولكل قوم عيد لتعلم يهود أن في دين نفسها هذا قول النبي الكريم لتعلم يهود أن في دين نفسها وهذه الجويريات ليس كما يقول بعض الفقهاء بأنهن صغيرت في السن فقط هذا من باب تصغير لمقامهن وإن أماء نساء كبيرات يعني مكلفات ثم أكثر من ذلك في الأفراح والمناسبات سيدنا النبي أمر أمر بالغناء وأمر بإظهار الأفراح فلما زفت امرأة إلى رجل من الأنصار دخل عليهم النبي الكريم فوجدهم صامتين فقال يا عائشة هل عندكم شيء من الله فإن الأنصار قوم يعجبهم الله فبدأوا يغنون ثم قال لأمنا عائشة قال أهديتم الفتاة قالوا نعم أهديناها كذا وكذا قال هل أرسلتم معها من يغني هل أرسلتم معها من يغني قالت لا يرسل الله قال إن الأنصار قوم فيهم الغزل فلو بعدتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا يحيكم حديث كثيرة مثل هذه كلها تبين بأن هذا الغناء ليس ممنوع بل إن امرأة قالت يا رسول الله ندرت إن عدت من الغزوة منتصرا لأغنين وأضربن بالغربال فقال لها إن كنت قد ندرت ففعلي فصارت المرأة تغني في حطرة النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب بالدف وهو يستمع ولم يناها إلى أن قالت كلام قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي فهنا قاطعها النبي الكريم وقال ليس أحد يعلم ما في الغد سوى الله حصح حنها هذا الغناء هو كلام ولكن هنا في هذا المقطع قالت كلام يستضم مع صحيح العقيدة قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي فاستوقفها وقال لا يعلم ما في الغد سوى الله سبحانه وتعالى ثم جاء سيدنا عمر فلما رأته المرأة خشيت وخافت وأخفت دفها وجلست عليه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر إن الشيطان لا يهابك لأن المرأة خشيت من عمر فالعلم قالوا بأن صاحب التشريع من هو هل هو عمر؟ لا هو صحبي رضي الله عنه صاحب التشريع هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأحكام متأخذ من باب النموة هي أحدث كثيرة وغيرها كثير كلها تفيد بأن هذا أمر مباح خصوصا الإنشاد الديني والغناء الديني إلا أن العلماء يقولون بأن خلاصة الكلام أن الغناء هو كلام ما كان مباحا فهو مباح وما كان منهيا عنه فهو منهي مثلا هناك غناء قد يكون فيه بعض الميوع أو مخالف لأداب الإسلام وتعاليمه مثلا قد نجد أغنية تمجد الخمر مع أن الله تعالى قال بأن الخمر رجس من عمل الشيطان أو ربما أغنية تمجد التدخين مع العلم أن التدخين هو آفة تضر بالجسم والنفس والمهل أو تكون أغنية ربما تصف المرأة وصفا جماليا تتحدث عن صاحبة العيون الجريئة أغنية هكذا صاحبة العيون الجريئة وربنا نهانا عن أن تكون المرأة عيونها الجريئة لنقل وقل للممنات يغضضن من أبصارهن أو تكون أغنية مثلا تمجد الطغاة والضنم وتعظمهم وربنا عز وجل نهانا عن كل هذا وخصوصا صوت المرأة لأن إذا كان فيه نوع من ما يسمى بالميوع أو الدلع هذا ربنا نهى عنه فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرد وقلنا قولا معروفا أيام زمان الاستماع إلى الغناء كان فيه محاذير كثيرة لأن مجلس الغناء يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء وقد تكون العيون بعضهم ينظروا إلى بعض في عصرنا هذا قد نجد الأمر أكثر خفة لماذا لأنه قد تقوم بإشعال الراديو أو التلفاز وترى وأنت بعيد عن ذلك خاصة الكلام أيها الأحباب الكرام تقول العلماء هو أنه إذا أكترت من سماعي الغناء فإنه فعلا يؤدي بالإنسان إلى يتكسل عن سماعي القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا الإنشاد الديني والإنشاد الإيماني وهذا فيه مديح نبوي فيه شوق إلى الله تعالى وفيه تأنيب للضمير فالكلام هكذا كان أيام زمان ولحد الساعة يبقى هذا الاختلاف لأن النصوص القرآنية والحديثية جاءت هكذا جاءت تحتمل أكثر من معنى وهدفه رحمة من الله تعالى لأن الناس كلهم سواء كي ناس لهم عندهم وحد القوة إيمانية أنه لا يريد أن يضيع وقته في سماعي الغناء ولا الترب لكن هناك قوم آخرين عندهم ربما ظروف نفسية أقل ولا يستطيع أن يقاوم وحتى الإنسان هو يختلف من زمن إلى زمن كم من إنسان كان في أول عمره في شبابه مقبل على الحياة فكان يبيح نفسه الاستماع لكنه بعد أن كبر وصل الأربعين وذهب إلى الحج وبدأ يختمر بدأ يا ربي أن هذا كله من العبت وأنه ينبغي أن يركز على العبادة والطاعة والقرآن فربنا عز وجل جعل الأمر هكذا مختلف لماذا؟ لأن الناس كلهم ليسوا على قانب واحد الناس مختلفون أشكال وألوان السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله